بسم الله الرحمن الرحيم يا أهلا بكم يا سادة في فيديو جديد هنا في القناة نحن اليوم نتحدث عن أكثر من عشر برامج مميزة تستخدمها الآن في عالم الأندريد تيفي وفي النظام على الشاشة الأندريد أو التيفي بوكس الأندريد أفضل عشر برامج لجوجل تيفي أو أندريد تيفي هم أكثر من عشر هذه البرامج مميزة جدا وأعطيها إليكم في هذه الأشهر القليلة تستخدمها من أجل أن هي تسهل عليك الكثير والكثير من استخدام هذه الأنظمة أو هذا النظام اللي هو النظام الأندريد تيفي هنروح للشرح مع بعض لكن قبل ما نروح للشرح تشترك في القناة وفعل جرس الإشعارات انزل تحت في وصف الفيديو هتلاقي رابط جروب التليجرام ورابط الواتس بتاعي بشكل مباشر تقدر تتواصل معي هنا أو هنا هتجدني هنا أو هنا بشكل مستمر أول برنامج موجود معنا ولا غنى عنه كالعادة يا صديقي هو برنامج الداولودر تقوم بتحميل برنامج الداولودر اللي موجود في متجر جوجل بشكل رسمي برنامج الداولودر ليه شرح هنا في القناة وليه شرح شروحات على اليوتيوب كثيرة معروف وغاني عن التعريف البرنامج الشهير في تحميل الملفات والبرامج هذا أول برنامج موجود معنا البرنامج الثاني هو برنامج بلاي ستور او جوجل بلاي في ناس مش مرتاحة مع جوجل تيفي الشكل بتاع جوجل تيفي الشكل الحالي ده رغم ان هي هيها يعني ولكن هي عمليا نفسية فحابب ان هو يكون عنده ايكونة الجوجل بلاي دي بيحبها اوت فهو ده تطبيق برضو بيرجعلك ايكونة الجوجل بلاي طبعا تطبيق لكثير من الناس اه لا غنى عنه بالنسبة لهم جوجل بلاي بيحب ان هو يستخدمه بالنظام التقليدي مش حابب جوجل تيفي لابده ده التطبيق رقم اتنين الموجود معنا التطبيق رقم سلاسة الموجود معنا ايضا في هذه القائمة هو تطبيق سيند فايل تو تيفي حابب ترسل ملفات من الموبايل الى الشاشة وبرضو ده مشروح كثير جدا فانت عارفينه وكل الناس عارفة التطبيق ده برضو ده التطبيق الموجود معنا التطبيق الرابع تطبيق الفي ال جي انصحك بين هاتين من المشغلين مشاغل الامي اكس بلاير او الفي ال سي مشاغل الامي اكس بلاير او الفي ال سي هذا او هذا طيب الفي ال سي خصوصا في التطبيقات المشاهدة انت بتخش تغير الفي ال سي الفي ال سي مجاني بحث طبعا عملاق تشغيل الملفات وامتداداتها اي امتداد فيديو هيشغله لك اي امتداد صوت هيشغله لك فده مميز جدا الفي ال سي يقول امي اكس بلاير لو معاك نسخة مدفوعة منه طبعا الفي ال سي مجاني الامي اكس بلاير هو اللي بفلوس تمام اهو برضو نفس الكلام ده اهو جايب لي ملفات جهاز برضو كله اوكي البرنامج التالي في هذه القائمة هو البرنامج ماوس فور تيفي او فور اندري تيفي ده من الموسات الشهيرة جدا ولكن بيحتاج شرح واحنا شرحنا هنا في القناة هتلاقيه في الاي اللي فوق دي او هتلاقيه في وصف الفيديو شرحنا ازاي تتعامل مع الموس ده وتشغله ويبقى النظام الاندري تيفي بتاعك بماوس تمام او تشغل السهم وكل هذي الاشياء شرحناها فين هنا في القناة للبرنامج هذا خصيصا هذا من البرامج اللي انصحك طبعا بيها لو انت منعشاك استخدام الموس البرنامج الذي لا غنى عنه برنامج السي اكس فايل السي اكس فايل برنامج شرحناه برضو هنا في القناة بيحتاج شرح برضو ده تقدر ترسل بيه ملفات من الكمبيوتر الى تيفي بوكس الخاص بيك بدون كابل في لحظات وانا البرنامج ده باعتمد عليه بشكل كبير جدا تمام تمام البرنامج التالي وهو برنامج البلوتوس فيه ناس يقولك عم ابراهيم انا دلوقتي عايز اربط السماعة على البلوتوس بتاحت الوايرلس البلوتوس عايز اربط الصب اي شيء يعني فبيقول لي منين اجيب البلوتوس حيخش بقى على سيتنج ويدور على البلوتوس ويوجع دماغه واروح منين واجه منين اهو البلوتوس هنا اهو موجود اهو موجود تقدر تخش عليه من هنا ولكن في ناس برضو الحاجات دي بتبقى بالنسبة لهم ايه بيتوه شوية فهو برنامج رسمة البلوتوس اهو برنامج صغير جدا ومجاني وممتاز تفتح البرنامج البلوتوس تروح ضغط اوكي اهو جاب لي بالفعل اهوة ان انا اقدر اربط على الاجهزة دي كل دي اجهزة يقدر يربط عليها وبالفعل بيقدر ان هو يتعرف على البلوتوس يبقى ده برنامج بلوتوس خفيفة اهو بدل ما تروح على سيتنج وتدور على البلوتوس اهو برنامج بلوتوس يبحث لك عن الاجهزة اللي يمكن الربط عليها البرنامج التالي وهو لا غنى عنه ايضا يا جدو الاب تيو تي في ليه ده؟ لان ده مدجر بديل لمدجر جوجل ساعات فيه حاجات كده تبقاش موجودة على مدجر جوجل او انت حابب تنزل اصدارات بعينها بتلاقيها على التطبيق ده وبرضو احنا شرحناه هنا في القناة المدجر ممتاز جدا ولا غنى عنه يا جدو كلها حاجات سهلة ايضا عرفالك تعال نروح نشوف البرنامج التالي برنامج تي في مسينجر برضو نزلنا له شرح هنا في القناة تي في مسينجر اهو لو انت حابب تفتح جميع التطبيقات المسينجر جميع التطبيقات المرسلة الشهيرة واتس ااب انستجرام تويتر تيليجرام جيميل حابب تتابع رسالي الجيميل بتاعتك البرنامج ده برضو شرحناه هنا في القناة برنامج لا غنى عنه كل البرامج ده جدا اللي مش فاهمه تروح في القناة هتلاقي الشرح بتاعه اظن ما فيش اسهل من كده البرنامج التاني اللي هو سايد لود لانشر حابب انك تنزل اللانشر ده عشان يظهر لك كل البرامج انا اللانشر ده يعني ما باستهوهوش قاوي ففيه اللانشر تاني اللي بيحول لك الشاشة بتاعتك للانشر الالجي الويب او اس بتاع الالجي اهو اللانشر ده هشوفت اللانشر ده جده لزيز جدا بيحول لك الشاشة بتاعتك لالجي للواجهة بتاع الالجي ما لكش حجة بقى جده يعني انت دلوقت طول حياتك بتستخدم نظام السمارت واصبح الام معاك تيفو بوكس اندوريت خلاص اللانشر ده يحل لك المشكلة دي ويخلي لك الامور شبيهة بالماضي يرجعك للالجي ده اللانشر ده اخر حاجة اقول هالكم بالنسبة للترشحات اللي اعطها لك لهذا العام او لهذه الفترة اعتقد القيمة تحدث باستمرار باذن الله هذي هم افضل عشر برامج او اكثر عد انت بقى جده كلها برامج مهمة جدا في استخدام نظام الاندورية تيفي يا سادة هذا النظام الرائع اللي له شرحات كثيرة هنا في القناة اتمنى انك تنضم معنا الى جروب التليجرام هيفوتك كتير جدا لو مجدش لجروب التليجرام وهيفوتك كتير ايضا لو تقدر تتواصل معه على الواتس اوب بشكل مباشر كان معكم ابراهيم سعيد واشترك في القناة وفعل جرس الاشعارات والى اللقاء موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة